إذن يا ماما رح نكمل وصل الشرح لحد خط الأعداد حكينا أنه العدد عشرة بدأ معنا بخط الأعداد ممكن يكون صفر ممكن يكون عشرون أي عدد هل موجود عندي باللون الأزرق العدد 11 و 13 لما أنا آجي أحكي لك يقع بين العددين 11 و 13 إيش العدد الموجود في المنتصف اللي هو بيكون بزيد عن 11 بعدد وبنقص عن 13 أيضا ما ما بعدد إيش بدي يكون عندي 12 طيب بطلع العدد السابق للعدد 17 يعني اللي سبقه بعدد 1 إيش هو يا أول 16 طيب العدد التالي للعدد 19 اللي بزيد عن 19 يا أمي بعدد 1 فقط بطلع يا ماما أتحقق من فهمي أستعمل خط الأعداد لأكتب لأكتب العدد السابق إذن أنا باستعمل خط الأعداد لأكتب العدد السابق إيش السابق يا أول قبل يعني اللي إيجا قبل العدد اللي أنا ذكرته مثلا بطلع عند واحد عندي العدد 23 بطلع على خط الأعداد الذي ابتدأ معنا من العدد 21 هاي العدد 23 دي أدور عليه 21 22 هاي 23 دي أحوطها إيش يعني العدد السابق يعني اللي إيجا قبله بطلع 23 شو إيجا قبلها يا أول أحسنتم يا ماما 22 بطلع هون لدي العدد 33 وحط دائرة 33 لما ألاقيها يا ماما أخط الأعداد وبطلع ما هو العدد اللي إيجا قبل العدد 33 هو العدد 2 يا ماما و30 نفس الإش يا ماما بالعدد 37 و30 و40 إيش بدك تعمل لي بدك تطلع لي الأعداد السابقة أستعمل خط الأعداد لأكتب العدد التالي التالي يا أول كمان مرة بعيد يعني بعد بعد بواحد بطلع هون بدأ معنا خط الأعداد من العدد ماما 61 61 فوق يا ماما بلش معنا خط الأعداد 21 هون يا أمي 61 بطلع وين ال61 هيها ما هو العدد اللي يزاد عنها بواحد يعني إيجا بعدها بعدد واحد 61 شو بي إيجي بعدها 62 بطلع إيش عندي هون كمان 69 وستون وين بدور وين 69 هيها 69 إيش العدد التالي لها إيش يعني العدد اللي إيجي بعدها بطلع شو صار عندي بعد 69 العدد 70 وبدأ أكمل يا ماما على نفس النمر أستعمل خط الأعداد لأكتب العدد الواقع بين عددين كمان مرة ماما أستعمل خط الأعداد لأكتب العدد الواقع بين عددين في عندي 41 فراغ 43 في عندي 58 فراغ 60 برجع بعيد يا ماما اللي كتب الأعداد واللي عرف يا ماما يميز بين الأحد والعشرات واللي كان بيقرأهم وكتبهم على الدفتر بسرعة بسرعة رح يحل الأعداد اللي هي سابقة والتالية وبين عددين أنا بعرف يا أول إنكم كلكم أول جيم شاطرين كثير كثير خليننا نتظل وين العدد 41 هيو طب وين العدد 43 هيو إيش العدد اللي عندي بالمنتصف بدنا نكتبه بالفراغ أحسنتم يا أول إيش عنا كمان 58 وين 58 هي هي ماما وين ال60 رح تكون موجودة برافو إيش رح يكون عندي بالمنتصف يا أول أحسنتم يا أمي بدنا نكتبها أكتشف الخطأ قال رامي ركز يا أول بالسؤال إن العدد السابق للعدد 90 هو العدد 91 وإن العدد التالي له هو العدد 89 اكتشف الخطأ في قول رامي ثم أصححه أنا إيش رح أعمل أنا رح أحط موجود عندي العدد 90 حكالي إن العدد السابق للعدد 90 هو العدد 91 والعدد التالي له هو العدد 89 و 80 طيب أنا هي عندي 90 ماشي 90 يا أول إيش بعد أنا بعد التسعون إذا متذكر يعني عليكم 91 طيب أنا كيف ما أوصل للتسعون يا أمي إيش بدي أعد برافو يا أول تسعة وإيش وثمانون يعني يا ماما هو وحات السابق بدل التالي يعني أول مسألة خطأ لأنه 91 هي العدد التالي وليس السابق وال89 هو السابق للعدد 90 وليس التالي نشاط منزلي أذكر لطفلي عددا من منزلتين عمري مثلا ثم أطلب إليه تحديد العدد التالي والعدد السابق خليني يا ماما أعطيكم على عمري طبعا أنا صغيرة يا ماما قد تكون كلكو نتطلع أنا عمري 33 بتطلع على منزلت الأحد يا ماما ثلاثة إذا بتتذكر ثلاثة إيش بيجي قبلها إيش بيجي قبل الثلاثة يا ماما إذا متذكرين يا أول هون رقزي يا أول أنا بشتغل بالأحد عشان تصفي أسهل لكم ماما برافو يا أول اثنان اثنان وإيش ترح تكون العشرات برافو طب بعد الثلاث يا أول إيش دي يكون عندي الأحد أربعة ممتازين وبتظل العشرات كما هي إذا أنا عمري 33 العدد السابق لعمري 32 وإن الله أحيانا يا ماما السنة الجاي 34 نحل يا أول فقط المسألة الصفحة 87 ونرسلها عبر المنظومة ويا أول يا ماما حتى ما ننسى الأعداد ونظلم تذكرين الأعداد السابقة والتالية لازم يا حبايب نكون حافظين الأعداد رجاء يا ماما نظل نعيد ونكرر في الأعداد حتى نحفظهم عشان تسهل علينا الأعداد السابقة والتالية والجمع يا ماما والطرح وكل المسائل اللي بنأخذها بمادة رياضيات تماما من الأول يعطيكم العافية ماما